ان الميت عموماً ستة علامات او فيه علامات معينة ستة العلامات دي لو انك رأيتها على الميت تعرف انه هو من اهل الصلاح اول علامة ان نطق بالشهادتين وخلي بالك من الشرط ينطق بالشهادتين بلسانه ممكن ينطق بقينه ممكن ينطق باصبعه ممكن ينطق بقلبي المهم انه هو ايه انه هو من اهل القبلة ومن اهل التوحيد النقطة التانية رشح الجبين لان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لنا كده المؤمن يميز بهذا وبعدين الامر التالت ان يموت ليلة الجمعة او يوم الجمعة طب ادفن السبت الحد مناش دعوة عم الشيخ المهم انه هو ما تللت الجمعة يعني لما شمس الخميس غابت من بعد عصر الخميس كده ها لحد مغرب الجمعة مثلا لان سيدنا الحبيب قال كده بعد ما تصلوا عليه ما من مسلم يموت يوم الجمعات او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر ها وبعدين العلامة الرابعة ان يموت شهيدا في سبيل الله ياه يعني الروح كلنا على المعركة لا يا حبيبي الشهادة انواع اي نعم المعركة اه لها فضل لكن خلي بالك الانسان الغريق شهيد والمطون شهيد واللي عنده سرطان شهيد واللي مات بمضاعفات السكر شهيد واللي مات باي وبا شهيد واللي تهدم عليه البيت شهيد واللي خ LG يجيب رزق عياله مات شهيد واللي خرج يطلب العلم شهيد والذي يدافع عن عرضه شهيد والذي يدافع عن ماله شهيد وسيدنا الحبيب بقى يغلف ذلك كله بايه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه شوف الجمال شوف العظمة حاضر يا سيداح وبعدين تيجي بعد كده الانسان اللي يموت بعد الطعام مباشرة نقول لك لسه مصلي العصر او لسه مصلي الظهر او لسه مصلي او لسه زاير اخته او لسه مكلم اخوه اهو دي من علامات حسن الخاتم لان النبي قال لنا كده ربنا لما بيحب عبدي عسله يعني ايه عسله يعني ارمى عليه سكر وعسن نحل اه بس ايه السكر وعسن نحل يوفقه لطاعات يقبض عليها او بعدها صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعدين اخر علامة بقى سناء اهل الخير عليك طيب ما استنى عم يشير بس عشان سيد احمد عمال يقول له هدى حاضر بس سناء اهل الخير ما هو انا ما عرفش عن احمد داغري لا لا لنا شايفه ما عرفش انا عرف بس ان انا هو راجل مؤدب راجل طيب بشوف راجل بشوش يدكن عمله بشوف الست مونة داخلة كده بيتصلي تقول لي استأذنك هصلي اه انا دا اللي عرفه بشوف شقيانة وجاية راحة ليه النهار اه دا اللي عرفه فانا هشهب بداه لكن انا ما عرفش اصلا اللي مونة دي البلاوي اللي بينها وبالربنا ايه واكيد في بلاوي واحمد ما صيبه ايه واحمد ما عرفش ما صيب انا عند ربنا شوف جمال ربنا بعد ما تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي بيقول ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة من اهل ابيات جيرانه الادنيين اقرب اربعة لي في الشغل اقرب اربعة لي في البيت اقرب اربعة لي في الصداقة اقرب اربعة ها طيب ما هدول مش يعرفه حاجة ها ربنا سبحانه تعالى يقول ايه قد قبلت شهادتكم فيما تعلمون قد قبلت قولكم او شهادتكم يا جماله وبعدين وغفرت له ما بيني وبينه وغفرت له ما لا تعلمون يا جماله شوف الجمال انا قبلت اللي انتو قلتو ده اللي انتو عارفينه واللي ما تعرفوش غفرت له ما بيني وبينه او ما لا تعلمون فثناء الناس اما ان يدخلك الجنة واما ان يدخلك النار فكن حريصا